كيف أقنع أردوغان بوتين بهذه العملية؟ يعني انتهمنا أن هناك شبه توافق أو شبه موافق على العملية تفاهمات هي ليس الموافقات هي التفاهمات وهذه التفاهمات السياسية لسيدي هي عالم المصالح عالم المصالح المشتركة المنافع المتبادلة وبالتالي كان لابد أن يكون هناك فائدة واستفادة الأمن القوم بالتركي كان عنصراً أساسياً في البداية هذا أولاً وبالمقابل كان هناك توقيع اتفاقيات مع روسيا من أهمها الموافقة على أن يكون هناك تبادل الطاقة بالربل الروسي وهذا يعتبر انقلاب على مفهوم الطاقة وشراء المواد الطاقة دولية المعالمين هذا أولاً هذا جزء بسيط أن إيران خاسرة اليوم بعد سوتي إيران هي الخاسرة الأكبر إيران تم تنحيتها الآن جانباً حتى قبل سوتي الفاعل الحقيقي في سوريا هي روسيا لو لا روسيا لما كانت الأمور وصلت إلى موسط أي من دعم لهذا النظام وبالتالي الفاعل على الأرض الذي هو يحبي النظام هي روسيا الآن التفاهم التركي الروسي ماهد الطريق بالمطلق للعملية العسكرية القادمة والكل يسأل لماذا تأخرت العملية العسكرية منذ شهر نسمعها عملية عسكرية لماذا الآن يا سيدي إذا ما أردت أن تكون يعني أن تفاوض بقوة عليك أن تكون على الأرض يد على الطاولة ويد على الزيناد العملية التركية العسكرية قادمة وقادمة بأسرع وقت ممكن قلناها مراراً هناك ما يمكن تحقيقه من المفاوضات الدبلوماسية والسياسية فهو مكسب حقيقي ولكن يجب أن تكون هناك عملية عسكرية يجب أن تكون قوية على الأرض لكي تكون قوية على الطاولة وهذا ما تفعل تلك اليوم